أنا إيمان الإمام ودي أول حلقة من سلسلة نشرح لتك لوحدك باتشرف يا نهارده أني هتكلم مع دكتور باسر رفقي وأستاذ مساعد جراحة الأورام بمركز الأورام بجامعة المنصورة زي حدوك دكتور باسر أهلا يا أمين أستاذي وأستاذ نقل لنا أنا سعيد جداً النهارده ومفاكة لطيفة قابلك النهارده أنا أسعد والله نحن أريد أن نحكي النهارده عن سرطان المبيض أنا فاكرة يعني في الدراسة ما كانش من السرطانات المسلط عليها الضوء قوي وبعدين لما رحنا للأرض الواقع بقى ما لقناه مش مشهور خالص فأي السبب هل هو نادر لا يعني هو سرطان المبيض ما نقدرش خالص نقول لهم السرطانات النادرة هو يمكن مش من البيك فور مثلا اللي هو زي سرطان البتاديو والرئة والقولون والكلام ده وكده لما نتكلم على الأورم النسائية مش كله بنتكلم على البيست كانسر نعم ويشتجو داون ونفكر في الرحم والمبيض وعونك الرحم والثلاثة مش نادرين أفكر إمتى يعني أنا كسيدة أشك إمتى أفكر إمتى في السرطان المبيض إيه الأعراض اللي تخليني دماغي تروح له طيب أي سيدة عارفة أن الجهاز التناسولي بتاعها أو الجهاز التناسولي بتاعها عبارة عن الرحم والمبيضين وعونك الرحم نعم وكلهم عرضة للإصابة بالسرطان سرطان الرحم وسرطان عنك الرحم سهل جدا نكتشفه بدل أنه غالبا بيجي بنزيف يعني بيجي بنزيف فينسر صحيح نعم وبياخد وقت طويل لحد بيبدأ تحس بأعراض غالبا مش related أو ليست أعراض خاصة بالحاجات النسائية ده هي ممكن تبقى أعراض تشابه جدا مريد الجهاز الهضمي أو المريد المسارك البولية تلاقي فيه مشكلة في التبول في الحمام دخول الحمام وكلام ده وكده أو نهي ضغطة على الأمعاء وعملة مية وكلام ده وكده فهييجي تقولك أنا عندي انتفاخات بطني بتوجعني مش باكل كويس وزني بينزل وكده أعراض ما فيهاش حاجة مميزة كذا نسميها فيج أعراض يعني مش حاجة specific أو مش حاجة خاصة بسرطان المريد نقدر نتكلم عليها علشان كده لما بنقول للستات بنقول لهم لما تحسي أرجوكي إن فيه حاجة غير طبيعية بالذات الستات المصريات ماشي ما نصبرش على نفسه نحن نعرفين الستات المصرية الأسرة وولادها وتتحمل عشان خطر العيال فيه سنوية عامة أصل طب بعد العيد أصل إحنا بقى في رمضان يعني لأ يعني لما تحسي إن فيه أعراض غير طبيعية بصفة عامة لا وزنك بيقل وانتي مش فاهم بيقل ليه فيه انتفخات انتي مش فاهم انتفخات دي بتحصل ليه فيه تغير في نبط الحياة الطبيعية بتاعك انتي في بطنك بتكبر أنا كان عندي بنوتا من يومين ثلاثة قالت لي أنا أول حاجة إن واحدة سميلتي قلت لي انتي حامل ولا إيه وهي فيرجن هي ستيل ما تجاوزتش يعني فما نصبرش عن نفسنا في الحاجات دي يجب أن نزور أقرب طبيب خاص بينا ورسالة تانية لأطباء بقى الهيل سكير بروفايدرز نفسهم إن هما يبقوا يعني بنجرب الأول حاجات الأسيمتوماتيك آه ده ممكن يبقى انتفخات في القولون التهابات كلام من ده وانتخذنا العلاج بتاعنا أسبوع أسبوعين وفيش تحسن لازم أروح لفحوصات وتحليل فيرجن انفستيكيشن إن أنا أبدأ أطلع بقى استبقى أعلى شوية في التحليل والفحوصات والأشعات وأبدأ أننا طالما أن أنا ما حسيتش بارتياح بالظبط كده يعني مش طبيعي إن أنا قعد أسبوعين ثلاثة عندي مغس في بطني وعندي شوية واجع وقول لها ده تفخات ده تقولون ده أكلي مش طبيعي إن أنا يبقى الحمام مش مصبوط وأخذ فوار وأخذ حاجات كده يبقى الحمام مش مصبوط عندي لا لازم أخذ الموضوع بجدية واهتم بيساعتها حتى لو أنا مش شايفة حاجة تخد أنا بس شايفة أنه فيه أعراض مش طبيعية مش مستجيبة لعلاجات تقليدية صحيح ما لاحظتش إن فيه مزيف ما لاحظتش إن فيه حاجة شكلها يخد للوهلة الأولى لكن مجرد وجود أعراض مش مريحة مش طبيعية وأنا مش مرتاحة لازم أهتم ده اللي بنقول ومش بنخد الستات يعني مش معنى أن أنا جالي شوية أعراض كده آه لا في معظم الأحوال هيطلع حاجة في القولون هيطلع حاجة كده ولكن لازم أستبعد وجود حاجة جدية أو ورم أو أي حاجة تانية غير ورم أو كده يعني حالك دلوقتي بتقول لي أورام في المبيض والسرطان المبيض ممكن فيه فرق ولا إحنا بنقولهم كده بالتبايد لا لا فيه فرق كبير جدا جدا كلمة ورم دي كلمة كبيرة تشمل كل ما هو حميد وكل ما هو خبيه سرطان يعني ورم خبيه أوكي نعم إنما كتير جدا فيه أورام حميدة كتير جدا وكتير جدا سيئبات بتيجي في المبيض في المبيض بأورام كبيرة جدا قد يصل حجمها إلى 25-30-40 سنتي قد بطيخه كده ويطلع في النهاية ورم حميد حميد وبالعكس أغلب الأورام اللي بتصل لهذه الأحجام الكبيرة بتبقى أورام حميدة في النهاية لو ينفع نقول أصلا حتى الفرق بين الحميد والخبيس الحميد ببساطة عارفها زي كس الدهني كده اللي بيطلع لنا اللي هو حاجة بشيلها وخلاص أيو يعني نسى بارتجاعها قليلة جدا لن ينتشر في الجسم مش هيخزه الحاجات اللي حواليه ومش هيموت المريضة ونسى بارتجاعه قليلة للغاية الورام الخبيس لا الورام الخبيس بيبدأ ينتشر في مكانه ويبدأ يبعث ثنويات في الجسم ثنويات في البطن في الرئة في الكبد وكلام من دو كده وحتى بعد ما بنشيله بنحتاج على الكيماوي وممكن يحتاجع مرة تانية بعد كل ده فرق كبير جدا بين الورام الحميد والخبيس المبيض بالذات في حاجة في النص اسمها بوردر لاين يعني في حميد في على الحد بين الحميد والخبيس وده مهم جدا نعرفه بيجي كتير في البنات الصويرين وده نقدر نحافظ فيه على الرحم المبايد لحد بعيد وفي الخبيس ونقطة مهمة جدا يعني دلات الأورام لوحدها ليست كافية لتشخيص سرطان المبيض نعم في عندنا حاجات كتير جدا لو واحدة حامل عمل دلات الأورام هيطلع دلات الأورام 225 عالي لو واحدة فيها شوية مية البطن لأي سبب من الأسباب هيطلع عالي انتفاخ في الكولون ممكن يرفع دلات الأورام طلع ترحم المهاجرة نطلب دلات الأورام أو واحدة تروح المعمل مع نفسها وتطلب دلات الأورام يطلع عالية تقول لان عندي سرطان وتنهار وكده يعني ده قرر الدكتور دلات الأورام لوحدها مش كافية وكتير جدا بتعلى مع الأورام الحميدة ومع بطنة الرحم المهاجرة ومش مؤشر على وجوده حددك قلتلي انه المريضة بما ان ما بيكونش فيه علامات ولا أعراض مميزة تخضها ممكن تبدأ تلجأ تخصص بعيد تروح يروح بالها لجهاز تاني خالص غير الجهاز التناسلي أصلا تبدأ تفكر في جهازها الهضمي مثلا أو غيره حالك تنصحها ازاي تتحرك لو هي ما عنداش حتى القدر الأدنى من انها تتخيل انها عندها صارتها مبات بس على الأقل تتحرك ازاي عشان نأثر الرحلة اللي ممكن تكون خطواتها متضربة في الأول كما قلنا غالبا بتبدأ الرحلة ان هي هتروح الأول لدكتور البطنة العام أو دكتور الجهاز الهضمي أو دكتور المسالك أو دكتور النساء في بعض الأحيان لو في شوية دربكة في بطنها وهيبدأ هو اللي هيشخص الكلام ده سواء بقى ان هو يبدأ بالصنار يشوف ان فيه بالأشعة تلفزيونية ان فيه جسم ما غريب شوية ان فيه مياه في بطنها ان فيه حاجة في الغشاء البريطوني وكلام من ده ثم هتبدأ الرحلة ساعتها ان أي حد في دول هيبدأ يحول على دكتور الأورام النسائية نعم سواء دكتور جراحة الأورام النسائية جراحة الأورام النسائية بالضبط كده يعني ممكن حدك تقولي علشان ما ظنش ان ده تتخصص متردد على أسمعنا جراحة الأورام النسائية يمكن ده ما كانش لسنين في مصر الناس مش قوير بيه قوي وكان اللي بيشتغلوه قليلين قوي مؤخرا انا شايف ان الوعي زاد بيه لحد بعيد الفكرة كلها ان اللي بيشتغل الحاجات دي حد متخصص في جراحة الأورام النسائية مش دكتور جراحة عامة ومش دكتور نسا عام ماشي يا اما ان هو دكتور نسا سوى تخصص بعدها في جراحة الأورام النسائية وخد تدريب كويس قوي لان جراحة الأورام النسائية دي حاجة يعني متخصصة جدا او دكتور جراحة الأورام برضو اللي تخصص فيه جراحة الأورام النسائية ترجمة نانسي قنقر